حضور يعتبر عادياً باعتباره رئيساً سابقاً للفاف وعضواً في الجمعية العامة العادية للإتحاد الجزائري لكرة القدم وسط أنباء عن رغبته في العودة إلى تولي زمام الأمور على مبنى دالي براهيم نعم مشاهدنا كما نشاهد هي صور التقطتها عدسة قناة النهار صباحة اليوم من مقار أول مدرسة العليا للفندقة لرئيس الأسبق للإتحاد الجزائري لكرة القدم الذي سجل حضوره تحسباً لأشغال الجمعية العامة العادية هنا نشاهده رفقة وجوه رياضية عديدة من بينها منجار العام للإتحاد الجزائري لكرة القدم والمنتخب الوطني زفزاف وأيضاً العضو السابق في المكتب الفيدرالي محمد غوتي وغيرهم كثير حضور يعتبر عادياً بالنسبة لرئيس سابق للإتحاد الجزائري لكرة القدم وأيضاً لكونه عضواً في الجمعية العامة لإتحاد كرة القدم وسط أنباء عن رغبته في خلافة شرف دين عمارة على رأس الإتحاد الجزائري لكرة القدم وهو الذي كان قد غادره سابقاً منذ سنة 2017 خلفه حينها رئيس سابق للفاف خير الدين زدشي على مبنى أو على رأس مبنى دال إبراهيم شكراً للمشاهدة في خبر آخر كشف التقام الطبي للمنتخب الوطني